وللمزيد حول هذا الموضوع معنا من أقادير الأستاذ زهير مهاوش رئيس شعبة المنتزهات والمحميات الطبيعية بالوكالة الوطنية للمياه والغابات أستاذ زهير أهلا ومرحبا بك شكرا لكم على الاستدافة أستاذ زهير بداية ما هي دواعي اختيار المغرب باحتضان أشغال الدورة الثالثة لهذا الملتقى ملتقى حيوانات الساحل والصحراء الكبيرة بمشاركة أكثر من 24 دولة فالمغرب يعتبر بحكم الموقع الجغرافي ديالو منطقة جد مهمة لانتشار حيوانات الساحل والصحراء حيث كانت مجموعة ديال هذه الأصناف كانت تواجد في الجنوب المغربي وجنوب الشرقي وكذلك هذا فرصة لأنه المغرب يبيل المجهودات التي يقوم بها فيما يخص حماية هذه الأصناف المهددة بالانقراض وتنضرج هذه الاستضافة كذلك في الدورة الرياضية التي تلعبون المملكة المغربية في تعزيز التنصيق والتعاون الإقليميين فترصيخا للرؤية الملكية المتبصرة جنوب جنوب فليوم هذه المنطقة فرصة أخرى بعد الدورة الثانية ديالو التي تحتضنها المغرب في 2003 في مدينة أقادير للتعبير على الاستعداد التام ديال المملكة المغربية في دعم هذه المجهودات المبدولة فيما يخص منطقة الساحل والصحراء وكذلك من طرف المنتظم الدولي لحماية أصناف الحيوانات دوات الحوافر الكبيرة الحجم منطقة الساحل والصحراء نعم أستاذ زهير هذا الملتقى سيستمر ثلاثة أيام ما هي أهم النقاط التي ستتم مناقشتها طيلة أيام هذا الملتقى فخلال هذه الملتقى التي تشارك فيها 24 دولة وتقريبا 70 مشارك سيقوم المشاركين بتقييم وتحيين برنامج العمل المنصق الخاص بحيوانات الساحل والصحراء الكبيرة الحجم كذلك ستتم دراسة إمكانية توسيع نطاق بعض الإجراءات لتشمع أنواع أخرى من الحيوانات وكذلك منقشة مصادر التمويل المستدام من أجل تنفيذ هذه خطة العمل فالهدف من كل هذه النقاط التي ستتناقش هو الرفع من نجاعة برنامج العمل المنصق فيما يخص منطقة الساحل والصحراء تنفيذا طبعا لمقتضيات الاتفاقية الدولية حول أنواع المهاجرة لحيوانات البرية اتفاقية سيمس طيب أستاذ زهير بشكل مختصر لو سبحت ما هو واقع المحافظة على حيوانات البرية وتلك المهددة بالانقراض في المغرب وما هو الذي تمت برمجته في هذه الاستراتيجية استراتيجية الغابات غابات المغرب 2020 و2030 فالفعل استراتيجية غابات المغرب 2020 و2030 التي أطلقها جلالة المالك محمد الساديس حفظه الله في سنة 13 فبراير 2020 فيها مجموعة الإجراءات والتدخلات التي تجعلنا نزيد ونساهمه في حماية هذه الأصناف المهددة بالانقراض فقامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بإعداد وإطلاق برنامج خاص وطموح للحيوانات الكبيرة الحجم منها أولا نجيب الإشارة لتطوير الشبكة منتزهات الوطنية والمحميات الطبيعية التي تشكل ملاذا وموائل طبيعية لهذه الأصناف المهددة بالانقراض كذلك تتقوم الوكالة بإعادة استيطان بعض الأصناف المنقرضة في وسطها الطبيعي في جنوب وجنوب الشرق المملكة كذلك حيث تم إنشاء مجموعة دي المحطات وبرامج إعادة إدخال للأصناف المهددة منها المهى والمهى الحسامي والغزاء المهر كذلك في مستوطنتها الصحراوية كما قمنا كذلك بإعادة المهى بمنطقة محمد الغزنان المنتزه الوطني الإيريقي والتسمارة وبوجدور ومنطقة بيرغندوس كذلك هذه الأصناف التي انقرضت منها منذ منتصف القرن الماضي كذلك يتم بالنسبة للأصناف التي تزال تتواجد في المجال الطبيعي بالنسبة للغزاء الجبالي والأروي وكذلك غزاء الأدم وغزاء التركاس يتم تقوية هذه المجموعات وكذلك إعادة إطلاق مجموعة الأفراد هذه الأنواع في المناطق التي ربما عرفت الأصناف تناقص وكذلك مجموعة البرامج تحسيس الشركاء المحليين والساكين المحلية فيما يخص مشاركتهم في حماية هذه الأصناف وكذلك الاستفادة من خلال البرامج وأنشطة سوسيو اقتصادية فيما يخص السياحة السياحة البيئية التي تمكنهم أن يشوفوا بعد الفوائد هذه البرامج الحماية أستاذ زهير مهاوش رئيس شعبة المنتزهات والمحمية الطبيعية بالوكالة الوطنية للمياه والغابات شكرا جزيلا لك